لمزيد من التفاصيل معنا الآن مفدتان من مقرن عقاد منتدى إفريقيا في العاصمة الإدارية محمد جمال أحييك محمد وأطلعنا على الاستعدادات والتحضيرات لهذا المنتدى ووصول الوفود إليه نعم نوران بالفعل أنا متواجد الآن داخل العاصمة الإدارية الجديدة حيث انعقاد مؤتمر إفريقيا 2019 هذا المؤتمر الذي بدأت فعلياته بزيارة نظمتها وزارة الاستثمار وقامت وزيرة الاستثمار دكتورة سحر نصر باستحاب الوفود المشاركة في المؤتمر في جولة داخل العاصمة الإدارية الجديدة تفقدوا خلالها مسجد الفتاح العليم وكنيسة ميلاد المسيح ومبنى رئاسة الوزراء ومبنى البرلمان المصري وتعرفوا على ما تم إنجازه من مشروعات داخل العاصمة الإدارية الجديدة وبالطبع الفرص الاستثمارية المتاحة داخل العاصمة الإدارية الجديدة من المفترض بعد قليل أن تبدأ فعاليات المؤتمر من خلال الجلسة الافتتاحية التي يحضرها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفود الرسمية الإفريقية المشاركة في المؤتمر إضافة بالطبع إلى ألفين من شرقاء التنمية الأفارقة الذين بالطبع يعملون على إبرام كثير من الاتفاقيات والمشاريع التي ستغزو القرى الصمراء بالطبع خلال رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي من المرتقب خلال الجلسة الافتتاحية أن يلقي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الكلمة الرئاسية وسيكون هناك كلمة أيضا لدكتورة صحر نصر وزيرة الاستثمار حول هذا المؤتمر وحول أهميته على أي حال يعول الكثير أو يعول المواطنون الأفارقة على هذه القمة كثيرا نظرا بالطبع لأنها سيتم خلالها عقد كثير من الاتفاقيات التي بالطبع ستأتي بمصالح كبيرة على القرى الصمراء إليك نوران إذن حال البدء بنعقاد هذا المنتدى سنكون معك لمعرفة كل جديد بالتأكيد محمد جمال من العاصمة الإدارية مقرن عقاد منتدى إفريقيا للاستثمار شكرا جزيلا لك